لا زالت الأزمة المالية تعصف بتفاصيلها مجدداً ومنها ما هو ضروري يتعلق بإيجاد حل جذري لتمويل مفوضية الانتخابات حيث الجدل السائد في أروقة البرلمان حول سن قانون لتمويلها على وزارة المالية إيصال المبالغ المطلوبة للمفوضية بأسرع وقت ممكن حتى المفوضية تبدأ في عقودها وفي برنامج الفني واللوجيستي وحتى الإدارة لإدارة العملية الانتخابية الحكومة التي تعمل على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات يشدد رئيسها مصطفى الكاظمي على ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه المفوضية نحتاج ناخذ إجراءات سريعة بتدليل كل العقبات بما يخص سجل الناخبين تطمين الناس بما يخص البطاقة الناخب توفيرها لهم بيسع وقت تدليل عقبات السيد رئيس المفوضية يتكلم عن بعض المشاكل قبل قليل قدنا قدبنا بها طلب ونعمل تدليلها اللجنة المالية ردت سابقا على قرار مجلس الوزراء الذي نص على الطلب من مجلس النواب لتشريع القانون مؤكدة أنه لا حاجة لتشريعه وهو ما يزيد المخاوف من تأخر موعد الانتخابات المقرر في حال لم تتحقق حاجة المفوضية لمقاوماتها المالية على وجه التحديد وهي ما تقدر بنخو 360 مليون دولار وفق مقيس منظمات دولية ما يتطلب توافقا حكوميا برلمانيا تفاديا لأزمة جديدة تعيق سير العملية الانتخابية من جهة وإقرار موازنة العام المقبل من جهة أخرى ترجمة نانسي قdar أولوجا معلومات السرزيخ المجلس مجلس المتحدة السهيات المتش site اشتركوا في القناة